قال سعادة السيد جبيل بن محمد علي حميدان وزير العمل أن فترة تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة لهذا العام انتهت بتحقيق نجاح كبير وقد أكد الوزير التزام المنشيات المعنية بالحظر الوزري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة في شهر يوليو وأغسطس الماضيين حيث بلغت نسبة الالتزام أكثر من 98% وذكر وزير العمل أن الفريق المختص بالوزارة أشرف طوال فترات الحظر على تطبيق سريان القرار على المنشيات المعنية وقام بزيارات تفتيشية منتظمة ل19597 موقع عمل وتم تحرير 380 محضر مخالفة في حين بلغ عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة 911 عاملا في مواقع العمل تحتوي على المنشيات المعنية